بعد السلارة على طول هو الاخر ما غلي كل الاسعار غلط. اسعار ايه مواصلات. واسعار السعر الجزائي. فالنهاردة كمان فيه بند اساسي ورئيسي. فيه تنقلات الناس ما انت عارف. لو طالب لازم يركب روح كليته او روح مدرسه. لو النهاردة موظف او عامل لازم يروح النهاردة شغله. كل الناس مواصلات مصر. الشركة اللي هي الخاصة بالمواصلات رفعت الاجرى من اتنين جنيه لاتنين جنيه داخل كارت مواصلاتي. دي مواصلاتي. اللي قالك الشركة دي اللي بتقوم بدور كبير وده سعر الدفع النقدي اوه ده محضرتك. ده رفعت الاجرى من جنيه يعني ببعف على طول. يعني كده مية في المية. اللي كان بجنيه بقى باتنين جنيه. وتزاكر كلها غلط. مواصلات مصر دي بتمتلك اربعة وسبعين خط سير في القاهرة. يوميا. بيتخدم اتنين وتلاتين مليون راكب سنويا. ضعفة النهار ده وجرتها. اللي كان بيدفع جنيه هيدفع اتنين جنيه. الضعف. واللي بيدفع عشر هيدفع عشرين. واللي بيدفع مية هيدفع متين. واللي كان بيدفع خمسمة في الشر ادفع الف. ادي مواصلاتي الاخرى. ودي طبعا مسيطرة مهيمينة على المواصلات في مصر. الشركة الاملاقة يعني. طبعا احنا حنتسأل هنا حضرتك. طب ما زعف على الناس. الناس يعمل ايه? الناس يعمل ايه? لما اوقع البلاد كلها. فهذه الحفرة الان. ومش قادر يعني على ما يبدو حتى هو مش قادرين يقدموا بعض الاحلام الوردية اللي بيقولوها بكذا سابقا. الشيء الوحيد المطلوب منهم. واللي هم حتى الان مش عايزين يقولوه. خلاص. السبوع ويمشوا. وعلى رأيي السيدة الاعلامية الكبيرة. الاستاذة نميس. مش قادل الشيلة. ما تشيلش. خلاص يا عم. انت غرقت الدنيا. سيب غيرك بعد عشر سنين. ربما يأتي من هذا الوطن. من هم قادرون على التغيير والانقاذ حين يخترهم الشعب بارادة شعبية حرة. في انتخابات ديمقراطية حرة. اه ليش احنا بنحلم. ودعونا ان احنا نتمنى ونحلم. لان هذا هو الحل الوحيد في هذا الوقت.